أنا مصر مش غريبة عليك من زمان تحب مصر من زمان اه 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 انا افريقي انا انا افريقي ما تنسيش خليدي ازألك عن الدور المصري مين من لعبة بيعجبوك في الدور المصري من الفريق القومي زي ما انت عايز زي ما تحبي اه انا بحب حفني ايمن حفني اه هو لعب كويس قوي ام وبحب الكابتن بتاع فريق الاهلي حسام غالي حسام غالي ايوه حسام غالي هو لعب كويس جدا برضو وكهربا صحبي اه وهو برضو لعب كويس عندي كم لعب صحابي عندي كم لعب صحابي عندي تلعب اتنين اصدقائك طب كهربا صاحبك منين عرفت منين كهربا يعني نتحدث بنتكلم على واتساب هو مش شاطر قوي في الانجليزي بس انا بفهم هممكن نشاوره ده على واتساب قوي يعني اقول لي ما ممكن انا نشاور بس المصر يعمل اي حاجة يعني طب كربا بيقولك تعالى الزمالك بقى عشان كده كل شوية بنسمع انه ان انت هتلعب في الزمالك لا لا هو دايما بيتكلم عن الزمالك ان الزمالك عمر جابر اه هو برضو صاحبي حتى في الماتش بيقول لي تعالى بقى الزمالك تعالى بقى الزمالك وانا بحبه هو برضو حبه عمر جابر لكن مفيش علاقة شخصية مع حد من النادي الاهلي لا لا مفيش علاقة شخصية لكن جون انتوي صاحبي جون انتوي اه صاحبك اه بس احنا مبنكلمش اول مين المدافع اللي تعبك في الدور المصري اه الا انا ما بحبوش المدافع اللي انا بحبوش الراجل اللي خلاني اخد الكارت الاحمر كان في مصقصة دلوقتي هو في دقاء اهلية مين يا جماعة في الدخلية دلوقتي مين اللي كان في المقصة راح الدخلية وتسبب في طرد هنحاول نعرف اسمه انا نسيت اسمه بس هو اسمر اه وكان بيلعب في المقصة صالح موسى صالح موسى ايوه انا فعلا عاوز الاب ضده مرة تانية اتصالحته بعدها ولا لسه اه اه احنا بنقول اهلا بنسلم على بعض لكن مدافع اللي بيعجبك مدافع من الدور المصري بيعجبك انا بحب علي احمد حجازي احمد حجازي كويس جدا وحتى الفريق انا بحب المدافع بتاعي هو شاطر جدا سامر سامر كويس علاء ها 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 جيد اه لكنه بتؤكد انك بتفضل ودي دجلة واذا اتحركت اتحرك لأوروبا افضل بس انا حسيت انك بتحب الزمالك وعمر جابر وكهرباء ومتكلم منك هزا ها 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 لا لا هو حلو انك يبع عندك صحاب كويسين يعني هوا احنا اصحاب ونتكلم وكذا ها 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 ولاقيم خبيث يعني لازم بتعرفوا كده يعني ثم النجرين دموم خفيف حكسة منتو تخيلين دموم خفيف ولاد نكتة وكان ايمانويل كمان كان دمه خفيف وشربات جدا